بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على الأشرف الأنبياء ونصل إلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين بإذن الله اليوم بنحل من كتاب 447 ووتو سبلاي أنديني سيستمز أنظمة نداد المياه ومياه الصر طبعا هذا الواجب التاسع يش يقول لك يقول لك فورد أتاشت ماب بتجينا الحين هذي الماب شريحكم حاننا بنصمم على 13-14 هذا منهول طبعا منهول 13 هي منهول 14 منهول 14 هي منهول 15 منهول 16 منهول 16 هي منهول 17 منهول 17 منهول 17 إلى 12 شو يقول لك يقولك أبغى تصمم لي تطلع لي طول هذا طول هذا مع طالك حصان عشان ما كنت صادق يقولك أبغى تصمم لي مصورة مناسبة للطول هذا والسلوب المعين الميلان المعين بحيث نكون هي إليفاشن معين في التالي يكون أوطى عشان نيمشي عن تأثير السلوب فأبغى السلوب وأبغى الفاي وأبغى اللي هو تكتب لي الإليفاشن كم هنا وكم أيضا نتيجة الردم كم صار نزل والفرقات بينهم ما فهم صح؟ مع الحل بتفهم أشار بإذن الله قال لك المنهول اللي قد كاقب شايف نصممها وقال لك ترى بابلاشن دينسيتي إنهم عشرة آلاف بشر في الكيلو متر مربع الواحد وقال لك ترى ماكسم فلوريت اللي يود دبلو يصيل ووتر كنسومشن الأبرج لهم 1500 ما عندك مشكلة وقال لك ترى لو درسنا نحن في نقل قال لك إن العجلات إن مشت على الشارع يكون لها حمص صح ولا لا فمثل لو مرى التريل عندك شو بتسوي لازم يكون تحت عندك عمق كافي بحيث إنه يتوزع اللود مثل اللود بيجيك مثلا خنا نقول ألف مثلا خنا نقول بروشتر جاك أربعمية أو اللي هو فبالتالي قال لك جاك لود مثلا خنا نقول ألف كيلو نيوتن معين ألف كيلو نيوتن تعاني مرة فأول ما يجيك بيكون مركز يبدأ يتشتت على شكل مثلث على شكل مثلث الألف ثابتة مثلا لكن الأرية غير ثابتة مع العمق يبدأ يتاسع فبالتال الأرية كلما كبرت كلما تشتت قوة الحمل فعشان كذا قال لك إنه العمق لازم يصير 2 متر عشان تشتت اللود لحمالة تشتت عندك فما يضل مصورة فبتخيل لو أنا كانت قريب من الشارع لأ مرغت ترى الكسرتها فبالتالي شو الفائدة؟ صار عندي فيضانات صارت عندي قلة حية والشارع الطافح والريحة ما تنقبل ولا حد قاعدهم في الحي ذا ولا حد يبيه صرح الله بالتالي صمم العمق لا يقل عن 2 متر أقشي أقشي 2 متر الوكفر يسمى الكفر هذا طيب تمي جدا قاك المنمم سور دايميتر كام أيضا 200 لا يقل عن 200 أيضا تحسب أن أقدر الله لازم يكون أقشي 200 شون نعم كبير يعتبر 200 دايميتر نجي الآن للمنمم قلت لك قلت لك 0.6 تكلمنا عنها قبل قلنا ليش 0.6 قلت لأن دائما انت تعتمد على وبين شانل وبين شانل يعتمد على الميلان المصورة عشان يمشي فيقول لك هنا لازم السرعة تكون 0.6 لأن الموية اللي جايتك مو موية صالحة فيها شوائب فيها طالعة من البيوت أمام حملة بوصاخ مثلا اللي غسي غسيل فيها زيوت فيها رواسل بقية أكل بقية مدريش غير يمكنكم حمامات ينزل من أشياء طيبة ففي هيطي فيها رواسم فحن الرواسم ما تبغى تقعد فقالوا أن السرعة هذه بإذن الله عز وجل وما فوق تشيل معها الرواسم ما تبقى رواسم في المنصورة لأن لو صارت في رواسم منصورة قلت ديميتر قلت الكفاءة مع الأيام ترسل تسكر المنصورة تسبب زحمة نصر بي الله نزل نظف فخالها تنظف نفسها فهذا مينوم فلوستي بإذن الله منه يسحب جميع الواسم فهذا أكد يقعك مينوم فلوستي 0.6 متر طيب قال لك أن الأخرى يمكنك استخدام من تابل 16 1-162 من نوتبوك 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 وصورتها موجودة وقال لك شي ثاني يمكنك إدارة ووصورة ومعه ومعه للاقطة كمثل ما قدت والاقطة والاقطة التي يقصد به اللي هو إقصد به أما عندك الديميتر الجزء السوفي دائما تحتها يسمى الاقطة فنجي الآن نشوف المام هذا هو عرفنا نحنا نصمم على هذا فهذا النموغراف لازم تعبد شون تدخله فأنا بعديه وأيضا الشابت هذا لازم تعرف شون تدخله أساس أنك ما وصلت إن شاء الله بإذن الله للسيوارد ديزاين إلا أنت فاهم شون تدخل الرسمات وأيضا شارحه في الفيديو السابق هذا هو التابل 16.1 وهذا التابل 16.2 باختصار عشان نضيح عمرنا وشون يدخل أنا اللي بحتاج أنك تعرف أنديك 13.14 14.15.15.16 16.14.17.21 12. هذه التي تحتاج أنت هذا من الجدول هذا تحتاج لللمث هذه كل واحد وتحتاج كم أساس كل واحده أصرت ألاف 700.7.2.12 وكم مئة مئة هنا 70.70 ومئة وعدينة التوتا التوتا هذا الكي ميليتف 100.270 ومئة زايد 70.240 ومئة زايد 70 زائد 70 زائد 120 ثلاثمين ستين هذا من وينجا نشرحها بعدين نشرحها بعدين وايضا مثله هذا كميليتف ترى ايضا سوج فلو كانت 0.1 0.18 كل هذي تحتاج هذي المعلومات اللي يقولك اخذها من من التابل هذي هذي من التابل 16 واحد ارجوش منستخدم فبالتالي لن ننزل من تحت الحلوق ارجع التابل كذا عساس تعرف شون تدخل الان اعرف شون تدخلها وهذا نحتاج بس فقط في اللي هو ارتفاعات هذي ارتفاعات 13 14 15 15 15 وين ارتفعتها فيه 17 12 هذا هذا ارتفاعاتك هذا يخص هذا يخص 13 واللي يعلمين يخص 14 وهكذا بس حسنا تربط الجدول هذا رقم هذي تخص ارتفعت هذي والارتفعت هذي تخص المنهول هذا جميع جدا عرفت حين نستخدم صح لا لا خلص نبدأ الان حلنا عشان ما نطول فيه انا عشي صفحات حل والله نحاله سهل لكن العيب فيه بس فليهمك اثنين هذولي اهم شي هذولي اثنين السرعة والفاين اهم شي عندك نجي الان ندرسة 13 14 نقول من تابل 16 واحد كم لين 90 ومن التابل طلعنا الاليفيشن وايضا من التابل طلعنا اللي هو تريبيتري بابليشن السكان المطلوبين واذا تبيت حسبها تعرف شون جات الالف هذي انتوم عندك الدنسيتي كم 10.000 شخص في الكيلو متر واحد فتروح تدخل التابل عشان تطلع الارياء اللي قشي عرفناها هنا 10.000 متر مربع تروح تقسمها على المليون عشان حولها الى كيلو متر مربع اضرب الارياء في الدنسيتي يعطيك البيض عرف شون نوجدها كحساب ومن التابل ايضا نوجد الكيو ليو 0.1 طيب ابا وجدها كحساب لو تبيت وجدك حساب انت عندك هذه الواتر كنسومشن 1500 كسمتها على 1000 عشانها باللتر حوضتها الى متر مكعب ضربتها في الادات السكان طلعلي كمعطاك متر مربع مكعب قوصة مكعب قوصة عطاك 0.1 لان كسمتها على 24 على 60 نبدأ الان حفلة من هنا يبدأ حساباتك يبدأ يشتغل الصح نقولك هنا الاس عبارة عن فرق على الطول طلعتها 0.0074 نبدأ ترايل 1 الان تبدأ ترايلات وش قلنا اهم شي عندنا يا شباب تشيك على فاي تشيك على فاي تشيك على فاي نجي الان دخلنا بالنومغراف بالسلوب هذا وبالكيو كيو هذي شون جيت دائما تفرض اول كيو يطلع لك من التيبل انها ككيو فول تفرضها كيو فول معنا ما ادري اش تفرضها كيو فول حتى الدكتور عندنا زعلان يقول ايش تفرضها كيو فول وما ادري ايش معلهم ما علينا كده كده يعقتهم الخطوات الحل دخلنا اعطاني الفاي طلع اقل من 200 اه من اقل من 200 تروح تشيل هذه طلع عمرك الاس دائم ثابت في جميع على حوال اس ثابت مو كرقم لا كثابت كأنه موجود يعني ما ينشال اللي تغير هذا تطير الكيو تحطو الدالة 200 الفاي تعطيك كيو فول جديدة والفي فول جديدة خلاص احيانا تضمن سلامة الفاي انها 200 خلاص تصميمك على انها 200 مريح بالتال اللي يقلق الفيفول هو اللي يعني يبهذلك حين تخاف منه بالتالي تقول الكيو فول طلع لكم 1.7 تروح توجد الرياشيو 0.1 على 1.7 اعطاك قيمة تدخل شارد توجد الرياشيو كم اعطاك طبعا الفيفول طلعتها تروح تضرب 0.5 بالفي فول اعطاك 0.44 اقل من 0.6 وش بتسوي هالمرة هنا يبدأ اللعبة الجديدة الثانية انك تغير في الاسات خلاص الفاي ثابت المتغير رقم الاس ركز معي رقم الاس الاس كم اعطيت حين جديد 0.01 تكبره كم يطلعين كان صغير كبر كبر عشان سرعة تزيد دخلت بالنموغراف اعطاك كيو فول اعطاك في فول خلت الرياشيو طالك والله 47 ناتو كيلة الحين تروح تسوي تريل جديدة تلعب في الاس غيرت الاس اعطاك كيو اعطاك في دخلت الرياشيو 0.1 على 2.95 اعطاك 0.033 بيطيك الرياشيو هذا طب الرياشيو صحيح بس انسيت اكتين صفر بيطيك الرقم الجديد ستة واحد اخيرا الحمد الله سلمنا فبالتالي طلعت الكيو فول كم والفي فول كم والاس تروح تحط معلوماتك الجديدة خاصة اللي صملت عليها خاصة من من هو الى ثلاث عشر الى من هو الى ثلاث عشر هذه الداتا هذه الداتا جميع جدا الان نبغى نعرف الى ابر انت الانفرت ابر انت بداية الثلاث عشر ونزلت الى اربعة عشر كم ارتفاع الى الانفرت هنا كم ارتفاع الانفرت هنا نقول عند الثلاث عشر دائما اول ما نهول تحسبه بطريقة هذه تقول elevation ارتفاع المنهول ناقص الـ minimum cover ناقص الفاي ليش ناقص لان احنا قلنا دائما هذا الفاي قلنا انفرت اقل شي اقل نقطة في المصورة اللي هو التحت فانت نقصت الـ elevation عندك قالك ان عند الـ street 96.04 عند الشارع فانت حفارت اثنين ونزلت 0.2 اللي هو 200 ملي عشان احسب الـ upper end الانفرت اعطاك القيمة اتمنى انشاء لو ضحة حركة هذه اوركز عليها وفهمها ارسمها عندك بتوضح ان شاء الله الانفرت اتمنى أن سيدي اتمنى أن فاقل الانفرت ناقص slow for l سلو فايل السلو فايل اخرى 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 لا تحتاج لتخصم ديميترات هذه مرة ثانية مرة واحدة خصمت الديميتر مرة واحدة خصمت المنموم كفر غصب ضبط نفسها بنفسها لا تفعل تشك المنموم كفر لانه بينزل يكون نازل 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 شي طبيعي نازل يكون أكبر من المنموم كفر لكن ماه ينزل الحفر طيب جميع جدا معنك مشكلة فنقول الـ invert at upper end ناقص slope في اللينث اللي هو مقدار head loss خلنسميه هنا الـ HF هذا الـ HF طيب هذا الرقم ناقص الـ 0.02 في الـ 90 الـ 0.02 هذا اسملنا عليه في الـ 90 الـ length كما أعطاك 92.04 طيب نجي الان المنهول الـ 14 الـ 15 من منهول الـ 14 منهول الـ 15 هذي من الـ table طلعنا 90 الـ elevation طلعنا اذا المرض ان هالسات تعرف شو نطلعها او خل معك الحين كتاب ووقف المقطع وشيك من النوت اللي عندك الـ 70 الـ 70 عطاني الـ 70 او 7000 و الـ 70 الـ 70 شون جبناها هذه حسابها الـ total الـ 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 مية وسبعين نجيلا الـ 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 كما عطاك الاس هاي اول شي ندخل بنومغراف نشيك على الفايل نات اوكي اذا بروح نشيله Q احنا قلنا دائما الاس ثابت ما يتغير يتغير هذا رح نقول اللهي هنا كنت وخلك على جنب ونحط 200 بدالك حطينا 200 رح ندخل يعطي QFull جديدة VFull جديدة ناخذ الRatio عشان ندخل chart عشان نوجد الRatio ما بين V على VFull اعطاك كم هذا تروح تشيك على السرعة الان يبدأ شغلك تشيك على السرعة نات اوكي ويم تلعب فيه في slope كبرتنا هذاك صغير كبرت 0.01 دخلت النومغراف مرة ثانية اعطاني QFull جديدة وVFull جديدة بروح اوجد الRatio 0.18 على 2 اعطاك رقم دخلت اعطاني الRatio والله نات اوكي للحين طيب انا عندك مشكلة تروح ترايل 4 دخلت كبرت الحين خليتها 1.5 دخلت النومغراف اعطاني قيم جديدة اوجدت الRatio دخلت تقيم جديدة اوجدت الRatio اوجدت VF اعطاك 0.5 كم اعطاك اوكي ممتاز الحمدلله تروح تصفر حين معطياتك الجديدة ان الQFULL 2.5 VFULL 1.3 CS 0.015 ال5 الQ وV معطاك كل شيء الآن نبدأ حسب الأبر واللاور دائما الآن خلاص الآن في طريقة تثبت اللي هو الـ Invert at Upper End هو نفس الـ Previous Lower End النقطة اللي انتهيت منها بتبدأ منها صح ولا لا ممكن من هول من 13-14 موصلت 14 عن القيمة صح ولا لا أنت الآن بدأت من 14 إلى 15 فأنت موقفت عند كم؟ 92 فأنت بتبدأ عند 92 بعد مرة ثانية فنيزة القيمة هي تمشي معك يعني لو تلاحظ الـ Invert at Lower End كم هناك 90 طلعت صح ولا لا التسعين هذي هي Upper End المنهول الجاي اللي بتشوفونها واحفظ رقم زي طيب طلعنا 92.04 الـ Invert الـ Invert ناقص الـ HF الـ Head loss اللي هو الـ S في الـ L أعطاك 90 نبدأ الآن من هول بس نبس عشان أثبت لكم يعني شويتين تسعين تسعين أنها اللي انتهى منها بدأ من عنده اللي انتهى منها بدأ من عنده نجي الآن من 15-16 هذي بمشي عليه بسرعة يعني عرفته شون جد نبدأ الآن في الـ S اللي هو فرق الـ L شون خطوات روتينية؟ روتينية والله روتينية مملة تروح تقول بالـ Ratio تدخل من الـ Chart أعطاك اللي هو 0.6 تروح تضر بالـ Q اللي طلعتها في الـ 0.6 أعطاك كام 0.57 والله ندت أوكي الأرحي تروح تسعين تريد 3 كبرتنا سلوب أوجدت سرعة جديدة نسب جديدة ضبط نساتي والله أوكي جميع جدا خاصة هذي ما أعطيتك الجديدة QF والVF والS والPhi والQ والV نجي الآن الـ Invert Other End وهي عبارة عن Previous Lower End اللي هو 90.69 أما هذا نفسه هذا ناقص الـ HF طلعت يعني روتينية نبدأ 16-17 هذا أوجدتها من عضل قتابل حتى مكثرة ما أكتبت فأجدت على طول كذا يعني نبدأ هنا من الـ S طلعت الـ S اللي يفرق الاتفاعات على طول ندخل بترايل الأول نشيك على الفاي والله الفاي طلع عقل إذن طال عمرك خلك على الجنب حط الفاي يبدأ لك نجي الآن دخلت على اساس الفاي مينتين والـ S كذا طلعت لي QF والVF عن طريقة وجدت الـ Q على الـ QF حتى مليت منها حتى وأنا قاعد صراحة مليت منها 0.38 على 1.7 صح أو لا 0.22 يعطيك From Chart V over VF يساوي كم؟ 0.67 رح تضربها الـ VF طلعتها تضربها في 0.67 عطاك 58 نت أوكي تروح تكبر سلوب تكبرنا سلوب دخلنا النوموغراف من جديد إلى الـ QF أجدنا نعطة 0.38 على 1.6 0.38 يعني عشان هذه شوو دان كل مرة تتغير الـ Q طلعنا الـ Ratio طلعنا V over VF ضربناها أوكي الحمد الله مصلنا تصف قيمك اللي ثبتت عليها تقول Invert Ever End هنا ساة Previous Lower End قيمة واللور هو عبارة عن Ever N-HF اللي هو الاس في الال طاق قيمة معلنة الاس لاحظ اللي هو أنت ثبتت عليه الاس اللي ثبتت عليه نجي الحفلة خوينا هذا هو أي هذا المشكلة عندك هنا إذا التقى من هول مع من هول صار في تقاطع عندكم تقاطعتم صار مصورتين أول كانت حبيبة مصورة واحدة تكبع على مصورة مصورة تكبع على مصورة يعني لمر سهلات لكن هنا سمع عندك مصورتين فش بتسوي تدخل مثل ما قلنا هذه ما فيها لعبة الالة وجدناها والالباشن وجدناها والتوتال بفليشن وجدناها بس هنا لاحظ 100 زايد 70 زايد 70 زايد 120 هذا عرفنا هذا كميلياتف قبل شوي إلى هذا هذا كم 120 هذا 120 فحنا وقفنا إلى هنا 120 هذا من وين جاء من وين جاء هنا السعر نشوف من وين جاء هذا هذا عيب أن الحل طويل فراحة تابل فوق أها هنا سوف نشغلنا سوف نشغلنا سوف نشغلنا زايد 70 زايد 120 زايد نقاط نقاط نوعين هذه ها يطال عمرك اللي هو شارع 15 تضيف شارع 15 معها ليش لأن الماب عندك هنا أنا سوف يطير تكم على طول خمس شارع 15 يدخل معك كل السكانة فيها يخصف المصورة هذه معناته بيدخل معك عدد السكان اللي ماشيين معك هنا كميليتف هنا كانوا 170 70 120 طيب من هي اللي هنا وين 120 اللي مصدت هنا كميليتف قصدتها 360 زايدا اللي هنا حذر فيها وادم صح ولا لا هنا فيها وادم ومن رحولة اللي هو سمي شارع 15 وشارع 15 ممتابد على الفكرة يعني يختلف من من هول من هول يعني هو بدأ من كم بدأ من 500 ثم من صار جديد 15 600 وحقنا كم 6445 ثم من صار كم ثم من صار كم لا هنا ما عد فيه وقف فشوفكم ما يزيد فأنا أضفت 360 القيمة هذه أعطتني البابليشن وبس وأيضا أضفت هذا على هذا أعطاني ال سويتش فلو هذا فكرة بس اللي بأصلها اللي بيشن مثل جد وقبشي برانكم إياه ما يفرق نالله ما راكد هذا نحي نحي نجي ناخذ فرق ندخل والله هنا الصدق 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 فبالتالي وافقت بس تلاحظون أنها طاحت ما بين 2 ديمتر يعني كانت فوق 380 و 325 هنا ما عندنا شيئ اسم تروح المصطرة وتقيس مدري الديمتر الأكبر تروح الديمتر الأكبر يعني ولو هنا بعد كبير يعني حبيبي حفلة أوكي لكن أنت مأنك مهندس لازم يكون عندك حس اقتصادية بتشوفه الحفلة بالنسبة لي يعني حلوي والله ما بيقتصادية ولا بيقتصادية وسهلا مسوي أنا مهندس اقتصادية فلازم تقل الحفر الصدق يعني هنا عندك فرصة انك تقل المسلوب أو كنك كبر المسلوب فهنا عندك فرصة انك تقل المسلوب لعل ايهن لا والله هني مسوي ايه هنا 0.077 فقلت هنا بد تقل مور ايكناميك ايكس ايكس ساي اس ساوي 0.05 لعل حليت هنا 0.08 0.04 طي يا ميخ ميخ اقيد مورنين صح حط هنا اربعة حط هنا اربعة نيجي الانترايل جديدة هل صح مضبوط هل وقفت مضبوط بس بس تبين الدكتور ونك فاهم تقول لا والله عشان لك نومك يعني والدراهم لان عندك في المياه العمق زيادة دراهم الهيد لوس زيادة دراهم وش بعد كلش زيادة دراهم يعني خطر زيادة دراهم فعشان كذا سلوب كل ما رفعته كل ما زدت دراهم كل ما قللت كل ما قللت من دراهم والدراهم ما راهم والله الواحد دي ده حار على الدراهم وش دخلنا في الهندسة هلا أسانا سوف جينا بالحلاء ان شاء الله طيب دخلنا بالS وبالفايل جديد أعطاك QF و VF أعطاك Ratio نفسها أوكي تكد نفسنا السلوب الجديد اللي فرضناه أنه أيضا حق شروط خلاص أنا صمالت على معطيتها نجي الآن هنا لازم تييك على المنيموم كفر للستعاش سبع طعش خطوة السابقة بس شيك هنا شيك هنا وشون شيك عليها هذا هذا قانون تقول والله المنيموم كفر هو عبار عن elevation للسبع طعش ناقص lower end زائد الفايل lower end وهنا خلاص في السبع و اللور عند عندك هنا 88.95 حين وصلنا في هنا 88.95 زائد 0.2 للفايل نفسه دا متر حق المانهول هذا كم عطاك 3.84 متر أوكي أكبر من المنيموم جيد أكبر بكثير عشا كي قلت لكن جواب جواب صر حفلة دام رأم اقتصاد عندي أنا هنا خير ما عنديك مشكلة نجي الآن نحسب الأبر واللور كيف نحسب الآن أبدأ هذا المنهول عندي وهذا المنصورتين هذا المنصورة اللي جاي من 16-17 ديميتر كم حقها 200 وكم إليفاشن حقها 8.95 هذا هذا المنصورتين وإليفاشن هذا كم عبار عن زيادة الديميتر أعطاك الفاشن الفوق لعلي تهورت وحط إثلا زين أنا أحتاج هذا طبعا نجي الآن هذي من جت جت من شارع 15 الديميشن هذي من جبناه طيب ركز معي هذي الخطوة المهمة هذي كنت أقول عنها نجي الآن إليفاشن هذي من وين نطلح الديميشن هذي من وين نطلح من هذي طال الم ال هذي هذي مكتوب هذي مكتوب هذي تروح الشارع 15 أي شارع 15 هذا هذا لا هذا أنشغلك على هذا بالتالي كم عطاك لا مو هذا لا وين أنا هنا هنا تضيع معلش يا شباب آسف هنا كم 90.36 90.36 لأن تبغل 90.36 نجي 90.36 90.36 90.36 90.36 90.36 هذا للتحد تزيد عليها الديوميتر أيضا من نفس الفوق معطيات لو تروح تلقي الديوميتر 380 أعطاك الفوق طلعت كل اللي أنت تحتاجه فهذه مصورتنا هذا يكب على مصورتنا وهذه يكب على مصورتنا وهذه المصورة التي صممناها كم 380 في وهذا الأبر بالنسبة للإنفرت هذا هذا أعلى المصورة وهذا أسفل المصورة من الأسفل المصورة نتقيس هذه سمت الإنفرت لفل فأعلى شون نحسب الأبر هذا قانون يقول لك اللي هو 98 هذه ناقص 0.38 كم عطاك 0 88 0.77 اللي هو ارتفاع هذا ناقص الديوميتر ارتفاع هذا ناقص الديوميتر ارتفاع 16 17 من هول اللي أنا حسبته ناقص ديميتر زين طب ليش أنا وجدته عشان أوجده لأني أخذ أوطأ واحد بينهم يعني أقل واحد بينهم طلح حق 16 أقل واحد عشان كده وجدت هذا أو وجدت هذا لو تلاحظون هذا صار ما لفايدة وجودة زي عدم صح لا لا بس أنا وجدته عشان أعلمكم يعني وين اللي يهمني أنا وين مرجعي مرجعي أسفل أقرب واحد من صورتي وين هذا فأنا نزلت عليه الديوميتر وحسبت مرجع هذا مرجع للبيشي اللي فوقي فقيت هذا ناقص الديوميتر حقي مصورتي طيب 88.77 مليمتر طيب جميل جدا نقول invert at lower end نفس خطوتنا الhead loss اللي هو slope في length عطاك invert lower خلاص تقريبا حلينا المسألة نجي الآن للدروينج هذا الدروينج نجي الآن عندك من هو 13 من هو 14 من هو 15 من هو 16 من هو 17 ولو رحت قدام كده في وجه الصفحة دخلت وجه الصفحة بتلقي 17 12 أوين طالع من الصفحة يعني طالع علي من الصفحة وهذه مصورته وهذه الهيباشن حقي وهذه الفي حقته هذه مصورة ومصورتي هذه شفاء هذه بدايتها هنا شي سلام نجي الآن سمت الرسمة هذه تروح تقول أول واحد هو الهيباشن ثاني واحد هو الأفر التحت هو الفرق بين الهيباشن وعندك الال والس والفاي هذا اللي يبغيك تكتبها فرحت أنا حطيت الهيباشن عندي كم هذا منعطلك من الجداول ما فيها شي تنقله مثلا ما هي من الجداول هذي كلهم من الجداول نجي الآن للأفر الأفر واحد حسبنا خوينا اللي قلنا الالفايشن اللي كان هنا ناقص المنمم كفر هذي كله طول اثنين ناقص الديوميتر 0.2 حطانك كم تلاثة 9 3.8 4 متر الفرق بينهم 2.2 مصبوط اللي هو الكفر واثنين هذي من جيت من الديوميتر لو تلاحظ 3 3 4 4 كل مال الرقم يكبر معناته وابحني وابعي سنبوسة محدر يعني 4 دبل يعني وين اقتصاد تكلم عنه قبل شي مزعج اقتصاد واسه صدرك لا تلاحظ كله الديوميتر نفس بعض هذي المعطية تتحط وهذا الالفايشن وهذا حتى يوم قبل شي كنت اقول لكم اللور هو نفسه الابر اللي قلنا من 13 14 قلنا هذا الابر وهذا اللور صح لا من 14 15 هذا الابر هذا الابر الان المرحلة هذي اطلع هذا الابر هذا الابر بالمرحلة هذي اطلع هذا الابر هذا الابر بالمرحلة هذي اطلع هذا وانا اللي لعا الوضع صار صنبوسة قاعد احسبكم على الاساس الالفايشن لا هذا الابر اللي تحت بس الفكرة واحدة يعني هذا الابر هذا الابر صار العكس صار هذا هذا أبر هذا الأور. صار العكس الى حين صار هذا أبر هذا الأور. لكن هنا نزل نزول بسيط. صار فيه أبر الأور جديد هنا. طلعت فروقات. ما عندك مشكلة. فتكتب الديمينشن هذا كله. عارفين شون جبناه هذا من الجدول. وهذا أيضم حساباتي اللي هذه شفوها. كم وقفت هنا ثمانية ثمانية فاصل. ثمانية 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 ثمان تأخذ الأوطا منهم عشان تحسب اللي فيش من عنده اللي هو عبارة عن الأبر هذا الفوق ناقص الديميتر حق مصورتك بس هذه الفكرة عشان توجدها عند الأبر أو جاءت الأبر خاص القانون الثابت الأبر ناقص الهدلس اللي صار بس أتمنى إن شاء الله كان واضح وهذه هي الفكرة للسؤال كله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وتوب إليك